معاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلا له جاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لك يا وكبتاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي ومرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني أخوي وحبيبي عايزيني نهاردة نعيش مع كوكب يعني يملأ لبنا أمل بأن نحن نعيش أسعة حياة ويملأ لبنا أمل إن شاء الله أن نحن يوم القيامة نعيش برضو أسعة حياة من عمل الصالحة من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون عشان كده عايزيني نهاردة نركب سفينة الفضاء بسرعة وننطلق فورا على وجه السرعة إن شاء الله علشان نوصل لكوكب الأمل الله ما فيش أجمل في الدنيا دي من إن الإنسان يعيش وعنده أمل عندك أمل في ربنا سبحانه وتعالى عندك أمل في بكرة إن شاء الله أن الوكرة أحسن من النهاردة وأن الدنيا كلها تبقى أيام جميلة ولحظات سعيدة وأن أنت يوم القيامة لما تقدم على الله سبحانه وتعالى إن ربنا يكرمك إن شاء الله يغفر زنوبك ويسطر عيوبك ويدخلك الجنة وينعمك ويكرمك بصحبة النبي في الجنة ويكرمك يوم القيامة بأن أنت تنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراءة مضرة ولا فتنة مضلة تعالى أخوي وحبيبي على وجه السرعة أيضا تعالى عشان الوقت قصير تعالوا نتعرف على سكان الكوكب الجميل ده كوكب الأمل حلو أول لفظ الأمل إن الإنسان يعيش وعنده أمل إن شاء الله إن شاء الله ربنا هيكرمني إن شاء الله ربنا هيتقبل مني صيامي وعباتي وقيامي وقرآني وحجي وعمرتي وكل حاجة إن شاء الله وإن شاء الله ربنا هيجمعنا على حوض النبي ونشرب من إيده شربة هنيئة مريئة لا نظم أبعدها أبدا وإن شاء الله ربنا هيكرمنا يوم اليوم ونكون في صحبة النبي والصحابة ونعود معهم ونقول لهم يا ما قعدنا نذكر الناس بالله ويا ما قعدنا نذكر ربنا ونعبد ربنا ويا ما تمنين واشتهينا نحن نشوفكم في الجنة ودينا لاتقينا في الجنة اخوي وحبيبي كان اول قصر يقابلنا في كوكب الامل قصر عبدالله ابن رواحة صحابي الجليد ايه سبب القصر ده ايه اللي خلاه وصل ان يكون عنده اصر في كوكب الامل الحيه في يوم الايام حبيبنا صلى الله عليه وسلم ارسل سرية على مشارف مؤتة اا ليه سرية مؤتة وامر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من القوات صلى الله عليه وسلم ده لنتيجة النساء دي كانت مهمة جدا كان عدد قوات الجيش المسلم يا جماعة في الوقت ده كان 3000 موحد وعدد قوات الجيش الكافر 200000 كافر يا سبحانك يا ربي مفيش نسبة ولا تناسب 3000 موحد قدام 200000 يعني مطحنة ربنا عافيكم طبعا لما المسلمين عارفوا ان عدد قوات الجيش الكافر 200000 قالوا بس احنا دلوقتي قدام حاجة من ثلاثة يا اما نرجع واحنا معزورين لان دول 200000 يا اما نقدم عليها وربنا يكرمنا بالشهادة ان شاء الله يا اما نطلب من النبي صلى الله وعلى سلم ان هو يبعث لنا مدد من الجيش واذا بعبد الله بن رواحة صاحب اليقين والثبات والثقة في الله صاحب الامل في ان النصر جاي ان شاء الله وان لا يمكن ابدا ربنا سبحانه وتعالى يخز العباد والمؤمنين واذا به يقوم ويقول بلسان الحال والمقال ايها الناس والله ان الذي خرجتم والله ان الذي تكرهون لالذي خرجتم له تطلبون اللي انتو خايفين منه هو ده اللي انتو عايزينه ووالله ما نقاتل عدونا بعدد ولا عتاد ولا قوة ولا منع وانما نقاتلهم بهذا الدين الذي اكرمنا الله به فسيروا وابشروا فان الله وعدنا احدى الحصنيين اما النصر واما الشهادة عندي امل اما ان ربنا هينصرنا واما ان ربنا هيرزقنا الشهادة فسيروا على بركة الله فكان ذلك سببا في ثبات الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وده كان اول قصر قبلنا في كوكب الامل اخوي وحبيبي ولذلك سبحان الله القوادي الثلاثة في سرية مؤتة التلاتة استشهدوا والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند البخارع ابن عمر انه كان واقفا في المدينة وهم في مؤتة على بعد مئات الاميال والنبي صلى الله عليه وسلم ياصف يقول اخذ الراية زيد بن حارثة فاصيب يعني قتل ثم اخذها جعفر بن نبي طالب فاصيب ثم اخذها عبدالله ابن الواحب فاصيب يعني التلاتة تقتلوا خبالك ثم اخذها سيف الله عز وجل وخالد ابن وليد ففتح الله عز وجل على ديه والنبي وعيناه تزرفان الدموع بابي هو امي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم تعالوا بسرعة برضو نشوف الاصر التاني اللي موجود في كوكب الامل اصر سعد ابن ابي وقاص الله سعد ابن ابي وقاص خال النبي اي نعم خال النبي يا ترى سعد كان اصر عامل ازاي اصر جميل جدا طبعا اصر ماشا الله في كوكب الامل حاجة تفرح حاجة تبعث الامل ايه سبب القاصر ده ان سيدنا سعد ابن ابي وقاص لما ارسله عمر بن الخطاب لملاقات الفرس قبالك فلما راحنا جي عند نهر دجلة الفرس كان عندهم سفن كبيرة جدا فراحوا اول ما يرفوا ان المسلمين جايين راحوا اخدين السفن وراحوا معدين النحة التانية وخلاص كده هم يعتبروا ايه في نظر انفسهم انهم خلاص نجوا بقى من المسلمين واذا بسعد ابن ابي وقاص كان معزور والله لو رجع معزور انا ما عنديش سفن وما نقدرش نعد ينعمل ايه فكان ممكن يرجع لكن لا شوف اليقين والثقة في الله سبحانه وتعالى وشوف الامل اللي في قلبه انه عنده امل انه يعدي وينتصر بفضل الله سبحانه وتعالى ويغنمه كنوز كسرة وده اللي حصل بفضل الله سبحانه وتعالى سعد ابن ابي وقاص قال الناس اني عزمت على امر قالوا على اي شيء عزمت عزم الله لك على الرجل قال عزمت على ان اعبر نهر دجلة بالخيول طبعا يعني لو كان الكلام ده في زمانك قالوله طيب يا سيد سعد يعني مع الف سلامة ربنا يبرد فيك من ينساش بقى ميزد كل او ميزد ربنا يبرد فيك وموفق ان شاء الله لكن لا الصحابة عندهم يقين هم كمان قالوله ونحن معك ان شاء الله الله اكبر الكل يطلع مع سعد ابن ابي وقاص والكل ينزل بالخيول في نهر دجلة حتى كانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر فلما رأهم يزدجرد قال والله ما تقاتلون الانس وانما تقاتلون الجن فكان ذلك سببا في هبوط عزيمة الفرس وكان ذلك سبب في نصر المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى في معركة القادسية وغنم المسلمون كنوزة كسرة بفضل الله سبحانه وتعالى وده كان الاصر التاني لسعد ابن ابو وقاص في كوكب الامل تعالوا برضو في الصرع عشان يبقى عندنا امل ان ان شاء الله يكون لنا اصر في الكوكب الجميل ده تعالوا نشوف الاصر التالت كان لمن كان لواحد يسمى عقبة بن نافع عقبة بن نافع اللي راح يفتح مدينة القيروان عشان تخش في الاسلام عقبة بن نافع اللي وقف عند المحيط الاطلنطي ودخل وغص برجليه في المحيط وقال والله لو اعلم ارضا خلف المحيط هذا لا وتقطع او لو عبرت البحر حتى ابلغ لا اله الا الله حتى يسلم الناس جميعا لدين الله سبحانه وتعالى اخويا وحبيبي عقبة بن نافع لما راح عند مدينة القيروان الناس قالوا له خب بالك اوعى تحاول تخش المدينة دي المدينة دي مليانة بالاسود والحيات والوحوش اوعى تقرب فقال والله ابدا نحن خير جند الله وتلك الاشياء جند من جند الله وسوف يسخر الله لنا ذلك خب بالك عنده امل ان ربنا يسخر له كل هذه الاشياء علشان بفضل الله سبحانه وتعالى يخش بقى ويقاتل ويغنم ويدخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى فوقف عقبة بن نافع على صخرة العلية ونادى ايتها الاسود ايتها الحيات ايتها الوحوش ان اصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جئنا لنعلى او لنرفع راية لا اله الا الله فافسحه لنا الطريق خب بالك من حاجة كان ممكن يقول ان عباد الله هو ليه قال ان اصحاب محمد بن عبد الله خب بالك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ما من شيء في السماوات ولا في الارض الا ويعلم اني رسول الله الا عصات الجن والانس الله اكبر عشان كده اخوه حبيبه اقبط ننافع وقف وقال ايتها الوحوش ايتها الاسود ايتها الافاع ايتها الحيات ان اصحاب محمد بن عبد الله جئنا لنعلى راية لا اله الا الله فافسحه لنا الطريق يقول الامام الذهبي فخرجت الاسود وشوف بقى المشهد الجميل الرائح الدين الكون ده كله ربنا سخروا من اجلك يا مسلم فخرجت الاسود وتحمل ولدانها وخرجت الحيات وتحمل ولدانها فافسحه الطريق لجند الله فدخلوا وفتحوا القلوبة قبل الامصار ده اخبط ننافع كان ليه قصر جميل جدا جدا في كوكب الامل لكن كالعادة فوق الاسود دي كلها فيه اصر اجمل اصر واحلى اصر وابها اصر في الكوكب ده وطوف كل كوكب هو اصر مين حبيبك بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم اصر النبي محمد النبي ليه اصر في كوكب الامل طبعا ده كل كوكب للنبي فيه مش اصر واحد اصر ومية اصر صلى الله عليه وسلم النابي صلى الله عليه وسلم بث الامل في قلوب الامة كلها تعال تأمل معايا كده حديث بخاري خباب ابتن قرط كان بيعذب عذاب شديد جدا كانت تعذب امرأة اسمها ام انمار الخزاعية كان التخلي العمال اللي عندها يجردوا من ملابس اللي فوق وينيموه على الفحم الفحم اللي والع قال فما كان يطفق الفحم الا ودك وشحم ظهري كان الدهن اللي في ظهره كان يسيح على الفحم حتى ايه حتى يطفوه عيازا بالله في يوم الايام من شدة العذاب سيدنا خباب رح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في حدن الكعب فقال له يا رسول الله الا تستنصر لنا الا تدعو الله لنا فغاضب الحبيب محمد معاين بصراحة كان متوقع ان النبي ما يغضبش هو طلب حاجة غلط ده بيقول يا رسول الله ادعو الله ان ربنا ينصرنا لكن النبي غضبان ليه لانه عايز الصحابة يكونوا ثبتين يكون عندهم ثبات في المواقف يكون عندهم صبر على الابتلاء لانهما دون اللي هيعلموا الامة بعد كده فغاضب النبي وقال انه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الارض فيوضع فيها ويوضع المنشر عند مفرق رأسي فيشق نصفين قبالك ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظم ما يصده ذلك عن ديني لكن كده ممكن خباب رضي الله عنه ورضاه ممكن يأس باك يا صح كده يعني سيدنا النبي عسلام بيقول له ده اللي كان قبلكم كانوا بتشقوا مصين بالملشار وكانوا بيمشط بامشاط الحديد ما دون لحم إلى العظم يعني معناها انتم ما بتشوفوش حاجة لسه من الابتلاء ده ممكن كده يأس يوم النبي يديروا حتة الامل بقى يقول له والذي نفسي بيدي لا يتمان انت زعلان يا سيدنا خباب انت زعلان من الاسماء طيب يسمع بقى البشرة الحلوة دي والذي نفسي بيدي لا يتمنى الله هذا الامر يعني هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنم ولكنكم قوم تستعجلون الله عشان كده النبي بث الأمل في قلب خباب وفي قلب كل من يبتول يا مثل خباب رضي الله عنه ورضاه إن أي إنسان بتعرض لبلاء يبشر إن شاء الله فإن مع العصر يسرا إن مع العصر يسرا ولن يغلب عصر يسرين بفضل الله سبحانه وتعالى تعالى نشوف موقف تاني موقف تاني إن نبع السنان في عز المشكلة اللي حصلت في غزة أحد والهزيمة التي حدثت للنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم وقتل سبعين من خيرة الصحابة وإذا بالحبيب المصطفى عايز أقول لهم أنتوا فاكرين إن الدين دوت ممكن يخسر له حاجة أنتوا فاكرين إن الإسلام ممكن يعني عيازا بالله ينتهي لا 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 اتطمنه خالص يوم يلوم إيه كما عند أحمد بسند نصح يلوم لا يبلغن هذا الأمر يعني هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حضرتك عارف طبعا إن الكرة الأرضية بتنقسم لقسمين نص يبقى نهار ونص يبقى ليل أخي بل حضرتك فالنبي بيقول لهم إن الكرة الأرضية كلها بالمنطقة اللي فيها ليل ومنطقة اللي فيها نهار كلها سيبلغها هذا الدين لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولن يترك الله بيتا وضر ولا بيتا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله عز وجل به الكفر وأهله تعالي شو بقى موقف برضو غريب جدا ومجميل جدا في منطقة روعة فاكر حضرتك لما النبي هاجر من مكة إلى المدينة ونيم سيدنا علي بن أبي طالب مكانه وتخفى النبي وخرج صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ يعني واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا في أغشى ينوم فهم لا يفسرون ورح ماشك ماسك شوية الطراب وقال شاهدوا لجوه ورح لماما في وشوش الناس ديت وحطوا الطراب فقراص المعدة وخبالك ومشي هو وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ووصلوا للغار وقعدوا ثلاث يام وبعدين انطلقوا إلى المدينة المنورة وهم ماشيين كانت كراج كانت صرفت مكافأة أو قالت في مكافأة مئة ناقة للي يجيب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر حيا أو ميتا خبالك كل واحد كان بيحلم مئة ناقة النهاردة تساوي إيه الناقة تساوي في زمان الحال ده عربية شبح وخبال حضرتك تخيل حضرتك كده بيقولك دور على واحد ولو لقيته حيا أو ميتا ليك مئة عربية شبح خيال كل الناس هتقوم طبعا تدور وده اللي حصل بالفعل فكان الوحيد اللي وصل للمكان اللي فيه النبي وفعلا وصل لحد عنده مباشرة واحد اسمه سراقة ابن مالك سراقة أول ما وصله خلاص بينه وبين النبي حوالي مئة متر وقرب بقى من يدخل يدخل على النبي على السلام ويدربه بالسيف أو يمسكه يقسره أي حاجة لحد ما يرجعه عشان ياخد المئة ناقة فجأة ساخت قوائم الفرس في الرمل قوائم الفرس رجلين الفرس بتاعته راحت غرزة في الرمل فهل ايه اللي بيحصل ده راح مطلع القداح اللي معاه واستقسم بالازلام كده هافعل ولا تفعل تخيل ان القداح نفسه كان بيقول له لا تفعل اوعد اقرب له وخبالك ورغم زيك يقول لا 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 اكيد الالهة بتخرف المرض ويروح تداخل على النبي فكل ما يقرب يوم ايه الفرس برضو رجلية تغس في الارض مرة تانية فيوم مطلع القداح ايه فعل ولا تفعل يقول له لا تفعل وخبالك يقول برضو اكيد ده اله تايوان يوم داخل برضو وخبالك لحد ده ما ايه لا في المرة التالتة في المرة التالتة ساخت قوائم الفرس فالباس ده اكيد ربنا سبحانه وتعالى بيحمي هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم واذا بسراقة ابن مالك ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد اعطني الامان فيعطيه النبي الامان ويأتي ويتكلم مع النبي خبالك لما اعطاه الامان المرة دي بقى لم يعني ما حصلش ان ايه ان رجلين الفرس غسط في الرم لا الفرس مشي مشي عادي خالص لحد ما وصل سراقة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له والله قد علمت انك نبي خلاص كده انا فعلا انت قنت ان انت نبي فاعطني عهدا حتى القاك اذا جئت الى مكة وايه ويعني اذا جئت مرة اخرى او اذا لقيتك مرة تانية عشان يكون عهد بيني وبينك ان انا لما اسلم تبقى انت من الدين الامان فالداله النبي صلى الله عليه وسلم وامر ابو بكر يكتمل العهد واذا بالحبيب المصطفى وهو مطارد في تلك الصحراء الشاسعة وهو الناس كلها عايز بتدور عليه ونفسهم يقتلوه ونفسهم يعملوه فيه وهو خرج ايضا وهو يبكي ويقول والله انك لأحب بلاد الله الى الله وانك لأحب بلاد الله الى رسول الله ولو لان قومي اخرجوني منك ما اخرجت فعز كل المهالك ديته فعز كل المقاس دي واذا بالحبيب يفتسم ويقول للصراقة كيف بك يا صراقة اذا لبست سواري كسرة سواري كسرة فعز المقاس دي يعني تخيل حضرتك كده يعني اشبيه لك الموضوع ازاي خيل حضرتك فعز المقساة اللي كان فيها اخواننا واحبابنا من اهل غزة تخيل حضرتك كده لما تلاقي واحد من اهل غزة وانت راح بتسنم عليه وبيقول لك عارف ان شاء الله ربنا هيكرمنا قريب وهننتصر وهبقى جيب لك البدلة بتاعت بوش انت اخي ببال مدخال المنظر ده يا عم بوش ايه يا عم احنا يعني انت شايف المقاس اللي احنا فيها هي المسألة كده يقين وامل في الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بك يا سراقة اذا لابست سوارة يا كسر وتمر الايام اخويا وحبيبي والسراقة في عهد عمر بن الخطب لما انتشرت الفتحات الاسلامية وسعد بن أبو قصب ما شاء الله فتح قصر المدائن وجاءت كنوز كسرة وكم من ضمنها السوارة يا كسرة فالعمر بن الخطب تذكر وعد النبي صلى الله عليه وسلم قال اين السراقة بن مالك فقال ها انا هو يا امير المؤمن قال تعالى اما علمت ان النبي او اما تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كيف بك يا سراقة اذا لابست سوارة يا كسرة قال اجل يا امير المؤمن قال اخذ يا سراقة وعدين رحمة لبسه سوارة يا كسرة وراجن اعرابي بسيط جدا فقير جدا ولبس سراقة سوارة يا كسرة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم تعالى نشوف باب تاني من بواب الامل اللي النبي فتحها فاكر حضرتك في صلح الحديبية او في هدنة الحديبية كان من ضمن البنود الصعبة جدا التي امليت على النبي واصحابي انه اذا جاء رجل يريد ان يسلم فعلى المسلمين ان يردوه الى المشركين واذا جاء رجل مسلم يريد ان يرتد فعلى المشركين ان يقبلوه طبعا كان شرط موحف جدا لدرجة ان عمر بن الخطاب لم يتحمل هذا الكلام ورح للنبي وقال ألست نبي الله حقا قال بلى قال ألست على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال فلما نعطي الدنيا في ديننا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم واسمع للأمل الجميل الذي يبثه النبي في قلب اصحابي قال أنا رسول الله ولست اعصي وهو ناصري فقال عمر أولست قد حدثتنا اننا نأتي البيت فنطوف به قال اوحدث اوحدثك انك تأتيه وتطوف به العام قال كلا قال فانك اتيه ومطوف به الله اكبر شوف الامل اديه بيفتح ابواب الامل صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف اخر حتة جميلة وكانت مؤسرة جدا اخويا وحبيبي اللي حصل ان كفار كريش اتفقوا مع غطفان ومع بعض اليهود لما يخزوا المدينة قالوا بس ان احنا نعمل بقى حملة لا تبطي ولا تظر نستقصل بها شقفة الاسلام والمسلمين مش هنخلي حد عايش كام واحد يا جماعة عشر تلاف واحد المدينة المنورة المدينة المنورة محصنة تلقائيا طبيعيا بالحرى على اليمين والحرى على الشمال فيه هنا الجبال وهنا الجبال فبالتالي ما فيش حد يقدره صلى الله عليه وسلم اليمين ولا من الشمال يعني لا من الشرق ولا من الغرب وبعدين المكان الوحيد المفتوح هو الشمال الشمال والجنوب الشرقي الجنوب الشرقي كان فيه معاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني كورايف ان هم احنا عاملين معاهدة تحالف ضد اي واحد ياخذوا المدينة اما ان احنا نقاتل مع بعض واما ان انتوا تخلوا بيننا وبين هؤلاء حتى نقاتلهم ولا تؤازلوهم ما تسندوش حد ولا تشتغلوا ضدنا قد تبالك لكن اليهود هم اليهود خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد تبالك وجاء الشمالية النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة وحفروا بها الخندق الذي اشار به سلمان الفارسي رد الله عن ورده اصبحت المدينة محصنة من الشمال بالخندق ومن اليمين والشمال او من الشرق والغرب محصنة بالجبال ومن الجنوب يعني ايه كان الابواب مقفولة بتاعت اليهود بني كورايف لكنهم خانوا العهد خب بالك يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده يعني صفح حساباته مع اليهود بني كورايف لكن الشاهد ان النبي هم بيحفروا الخندق شارك النبي في حفر الخندق صلى الله عليه وسلم ما قالش بقى مثلا أنا بد الأوامر كله يحفر وأنا لأ أبدا نزل النبي سيد المتواضعين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ونزل وحفر بنفسه لدرجة إن فيه كدية فيه صخرة كبيرة كده وقفت قدامهم محدش قادر إن هو يوقعها أبدا والصخرة دي كانت ممكن تعمل مشكلة إيه المشكلة إن الصحابة وهم بيحفروا خبالك حفروا خندق كله فضلة الحتة دي الحتة دي ممكن الجيش الكفار يخش منها وياخذوا المدينة فلابد من حفر الصخرة دي فقالوا للرسول يا رسول الله هناك صخرة لا تعمل فيها المعاول فقال إن شاء الله يعني انزل وسمى باسم الله سبحانه وتعالى ومسك المعول وإذا بالحبيب المصطفى في عز ما هم ربطين على بطنهم حجر من الجوعب قالهم ثلاثة يامي إخواني وأحبابي ما كلوش لقمة واحدة لدرجة إن جابر ابن عبد الله تعلمون القصة كما عند البخاري لما عزم النبي والصحابة وأكلوا في بيت جابر من صحفة واحدة والألف واحد كالو وشبع بفضلاء وفاض الطعام ببركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي حصل إن النبي رح نازل وماسك المعول ونازل الخندق صلى الله عليه وسلم ورح ضارب أول ضربه وقال الله أكبر أعطيتم مفاتيح فارس نعم يا رسول الله واحد حتى من المنافقون بيقول له يعني إحنا إننا لا نجل حتى إلى أن نذهب لنقضي حاجتنا والنبي يقول أعطيتم مفاتيح فارس لا أعطيت خلاص فقال كيف ذلك يا رسول الله كيف ذلك فإذا بالحبيب المصطفى يتسم واضرب الضربة تانية يقول الله أكبر أعطيتم مفاتيح الشام بصي يقول بل حاجة من خريطة أدي فارس هاي وأدي الشام هاي ورح ضارب الضربة التالتة أضع الصخرة تماما وقال الله أكبر أعطيتم مفاتيح اليمن الله أكبر مسلس الجزيرة كله أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر أعطيتم مفاتيح فارس الله أكبر أعطيتم مفاتيح الشام الله أكبر أعطيتم مفاتيح اليمن كان يملأ النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الصحابة بالأمل صلى الله عليه وآله وسلم أخويا وحبيب بعدما ذكرنا أصور الأمل اللي موجودة في كوكب الأمل يا طرى الأمل تجدد في عمرك إنك إن شاء الله ربنا هكلمك يا طرى نويت ابني لنفسك أصر في كوكب الأمل أخويا وحبيبي تعالى نشوف إيه المشاكل للمداء الناس وتعالى نبث الأمل في قلوب الناس اللي داء عليه الرزق هل لك على يقين من إن ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستكمل أجلها فاتقوا الله وأجمله في الطلب فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته سبحانه وتعالى طيب المريض يرفع شعار وإذا مردته فهو يشفين الفرج قريب خلى عندك أمل في الله سبحانه وتعالى وقد يكون المرض هو عين الأمل إزاي تكفير سيئات ورفع الدرجات اسمع لسيد ولد آدم هو يقول إن الله لا يكتب للعبد الدرجة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضى حتى يبلغه إياها سبحانه وتعالى ولا تدري من أين يأتيك الشفاء قد يأتي الشفاء من شربة ماء قد يأتي الشفاء من رقية بالفاتحة قد يأتي الشفاء بإزدن لا من دعاء في جوف الليل وهكذا واللي نفسه ينجح حدد هدفك وانطارك نحو الهدف وأكيد ربنا هيكرمك ويعلق قدرك إن شاء الله ولا تلتفت إلى المثبتين اعمل نفسك كأنك داخل سباق مئة متر لا تلتفت لايمين ولا شبال وانطارك نحو الهدف وربنا هيكرمك إن شاء الله اللي عايز يتجوز أنا بفتح لك كل المشاكل اللي ممكن تقابل الناس وبفتح لك معها باب الأمل اللي عايز يتجوز خد بالأسباب الدعاء وبعدين البحث عن عمل والتالت البحث عن زوجة من أسرة طيبة بفضل الله سبحانه وتعالى فوضاقت بيك الدنيا ولم تتزوج خلص يبقى ربنا يا كلمك إن شاء الله بالحور على قليل هناك مش هتتدخلع أخي بقى الحضرتك يعني إن شاء الله ربنا يكرمك إن شاء الله بزوجة صالحة الشيء الجميل إن الإنسان لما بياخد بالأسباب لازم كمان يكون عنده تقوى من يتق الله يجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب الزوجة رزق أخوي وحبيبه وربنا يرزقك بفضل الله بزوجة طيبة كلما كنت في زيادة في الإيمان كلما ربنا يرزقك بوحدة تكون على قدر إيمانك وتقوىك لله سبحانه وتعالى اللي نفسه يخلف ويقول نفسي بقال سنين مستنى طفل صغير يملى علي حياتي خد بالأسباب أخوي وحبيبه خلي عندك أمل في الله كتر من الاستغفار فقلت استغفر ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مضرارة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارة عليك بدعاء سيدنا زكريا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين خد بالأسباب وادعو واسجد لله سبحانه وتعالى وخد بالأسباب الطبية ولا مانع من ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ونحن ندعو لكم جميعا كل من الحرم من الذرية أسأل الله عز وجل أن يرزقها بالذرية الصالحة اللي عنده ابتلاء تذكر قول المولى عز وجل فإن مع العصر يسرا إن مع العصر يسرا ولن يغلب عصر يسرين قال جل وعلا سيجعل الله بعد عصر يسرا والسين تبعث الأمل في قلب الإنسان مهما وجهك من آلام ومن آمال من آلام ومن أحزان ومن هوم ومن غوم ومن كرب المولى عز وجل هو القادر على أن يفرج همك بفضل الله واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطئك لم يكن ليصيبك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك فلن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضرك بشيء فلن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف بفضل الله سبحانه وتعالى أخوي وحبيبي اللي مات أحبابه اللي فقط أحبابه خل عندك أمل أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ولما تحتسبهم يكونوا سبب في دخولك الجنة من أبواب الجنة الثمانية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل اللي مات ابنه فقال النبي أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله أم أنك لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عندك قال بل أتمنى أن ينتظرني عند أبواب الجنة الثمانية قال فذلك لك فقال واحد من الصحابة أله خاصة يا رسول الله أم لكلنا قال بل لكلكم الله أكبر شيء جميل جدا يكون عندك أمل أن ربنا يجمعك مع حبيبك في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى اللي تظلم تذكر قول المولى عز وجل أمن يجيب المضطرة إذا دعاه ويكشف السوق ويجعلكم خلفاء الأرض أي لا هم مع الله لا إله غيره ولا رب سواه تذكر إن شاء الله أن أنت حتى لو ربنا سبحانه وتعالى أجل يعني القصاص لك أن يجيب لك حقك في الدنيا أكيد هجيب لك في الأخيرة أتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد شتم بحب صيام وصلاة وحج وزكاة ويأتي قد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته هتأخذ من حسناته لظلمك ويعطى هذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ترحت عليه ثم ترح في النار أخوي وحبيبي أكيد ربنا هعوضك في الجنة إن شاء الله هتسمع أربع نداءات يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا لو كنت من أدنى أهل الجنة إن شاء الله ربنا يكرمك أد ملك منك من ملوك الدنيا بخمسين مرة بفضل الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله هتنسى كل الشقاء وكل بلاء مع أول غمسة في الجنة كما أخبر النبي محمد خل عندك أمل في الله خل عندك أمل في الله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله عن نبينا محمد وعلى عليه وسحبه وسلم حبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استعد معانا يا الله وملا قلبك بالأمان كوكب الأرض في زمنا ضيعه فيه المعاني لو تحبتش